كشف محافظ البنك المركزي عن العلاقة عن أن نسبة التعطر في تسديد القروض للمصارف تتجاوز العشرين بالمئة عداً إياها من المعدلات الشاذة بالمقارنة بين العراق وباقي دول العالم التي لا تتجاوز نسبة التعطر فيها واحد أو اثنين بالمئة وقال العلاقة أن العراق يعاني وجود ظاهرة التعطر بتسديد القروض ما يؤدي إلى تحفظ المصارف على عملية الأقراض بشكل عام مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في أن يكون هناك تفكيراً من قبل المختصين وأن تتصدى الحكومة بطريقة أو بأخرى لإيجاد معالجة لهذا الأمر